موسيقى موسيقى وأما العادل والأفضل فإنهما أرسل إلى القدس وفيه نائب العزيز فسلمه إليهما وسار فيمن معهما من الأسدية والأكراد إلى مصر فرأى العادل انضمام العساكر إلى الأفضل واجتماعهم عليه لاحظ ذهبوا سوية العادل وابن أخيه الأفضل الأفضل وعمه العادل لاحظ التشكيك فيما بينهم الخداع والنفاق فيما بينهم والصراع فيما بينهم والتكالب على المناصب والأموال فيما بينهم وعدم الثقة فيما بينهم الآن كانوا أصحاب ضد العزيز ضد صاحب مصر لاحظ يقول فرأى العادل انضمام العساكر إلى الأفضل واجتماعهم عليه فخاف أنه يأخذ مصر ولا يسلم إليه دمشق فأرسل حين إذن سرا إلى العزيز يأمره بالثبات لا حول ولا قوة إلا بالله هذا العادل غدر بصاحب دمشق فتآمر مع صاحب مصر فرأى العادل انضمام العساكر إلى الأفضل واجتماعهم عليه فخاف أنه يأخذ مصر لاحظ التآمر لاحظ عدم الثقة لاحظ الصراع لاحظ النفوس الضعيفة المريضة هذا هو العادل عندهم هذا هو الملك العادل عند ابن تيمية عند الخط المارق عند خط التكفير هذا هو الملك العادل هذه هي العدالة عندهم الحمد لله الذي شرفنا بأمة أهل البيت المنهاج الواضح المنهاج المستقيم الصراط المستقيم العدالة الحقيقية العدالة المستقيمة العدالة الإلهية الحمد لله الذي شرفنا بهؤلاء الأمة سلام الله عليهم الحمد لله الذي شرفنا بمعرفتهم وولايتهم هذا هو العادل وأئمتنا وإمامنا العادل هذا عادل وهذا عادل لاحظ الآن كان صاحبه الآن تآمر معه ضد أخيه تآمر مع ابن أخيه ضد ابن أخيه الآخر تآمر مع صاحب دمشق ضد صاحب مصر والآن لما رأى الجند تميل إلى صاحب دمشق غدر بصاحب دمشق فتآمر مع صاحب مصر فرأى العادل انضمام العساكر إلى الأفضل واجتماعهم عليه فخاف أنه يأخذ مصر ولا يسلم إليه دمشق فأرسل حينئذ سرا إلى العزيز يأمره بالثبات ويجعل بمدينة بلبيس من يحفظها وتكفل بأنه يمنع الأفضل وغيره من مقاتلة من بها فجعل العزيز الناصرية ومقدمهم فخر الدين جركس فجعل العزيز أي صاحب مصر الناصرية أي الممالك الناصرية لاحظ لا يوجد عرب من الذي يقاتل من هم العساكر الممالك الدولة بيد الممالك العساكر والدولة والمناصب كلها بيد الممالك فجعل العزيز الناصرية ومقدمهم فخر الدين ومقدمهم فخر الدين جركس ومقدمهم جركس بها أين في الناصرية ومعهم غيرهم ووصل العادل والأفضل إلى بلبيس فنازلوا من بها من الناصرية وأراد الأفضل مناجزتهم أو تركهم بها والرحيل إلى مصر أراد أن يقاتل الناصرية في بلبيس أو يترك هؤلاء ويرحل إلى مصر يواجه العزيز بالمباشر ماذا فعل العادل هذه القضية لا تقدم العادل لا تقدم مصالح العادل انقلب على صاحب دمشق انقلب على الأفضل يقول فمنعه العادل من الأمرين وقال هذه عساكر الإسلام فإذا اقتتلوا في الحرب فمن يرد العدو الكافر وما بها حاجة إلى هذا يعني بمعنى ما بلبيس حاجة إلى هذه الحرب إلى هذه المناجزة ما بما في بلبيس حاجة إلى أن نناجز إلى أن نقاتل نترك هؤلاء العساكر يرد العدو الكافر يبرر له أكثر يقول له فإن البلاد لك وبحكمك ومتى قصدت مصر والقاهرة وأخذتهما قهرا زالت هيبة البلاد لاحظ يقول له فإن البلاد لك وبحكمك ومتى قصدت مصر والقاهرة وأخذتهما قهرا زالت هيبة البلاد وطمع فيها الأعداء وليس فيها من يمنعك عنها وسلك معه أمثال هذا فطالت الأيام لاحظ منعه من المناجزة ومن الاقتتال مع من في بلبيس قال له ولي أن هؤلاء يردون العدو الكافر هذا انتهينا منه إذن ليذهب إلى مصر إلى القاهرة قال له لا تذهب إلى مصر وإلى القاهرة لأنك إذا ذهبت إلى مصر والقاهرة وأخذت مصر والقاهرة بالحرب بالمعركة بالقتال زالت هيبة البلاد وسيطمع فيك الأعداء وسيطمع في البلاد الأعداء وليس فيها من يمنعك عنها طبعا هذا عذر غير مقبول لكن كيف قبل هذا اضطرارا طبعا الهو بهذا المستوى من الغباء لا يفهم لا يقبل أن يهجم هنا ولا يقبل أن يقاتل هناك إذن لماذا تحرك معه من الأساس لماذا تحرك معه أتى من البلاد الجزرية إلى دمشق وسبقه إلى دمشق وتحرك من دمشق إلى بيت المقدس وبعد هذا تحرك إلى مصر أو تحرك من دمشق إلى مصر لماذا تحرك أصلا حتى يأتي بهذا المبرر يقول وسلك معه أمثال هذا فطالت الأيام والأساس أساس هذه الإطالة والمماطلة هو يوجد مؤامرة حصلت بينه وبين العزيز صاحب مصر ضد الأفضل صاحب دمشق وانتهى الأمر يقول وارسل إلى العزيز سرا يأمره بإرسال القاضي الفاضل وكان مطاعا عند البيت الصلاحي لعلو منزلته وكانت عند صلاح الدين أيضا فحضر عندهما وأجرى ذكر الصلح وزاد القول ونقصه وانفسخت العزائم واستقر الأمر على أن يكون للأفضل القدس وجميع البلاد بفلسطين وطبرية والأردن وجميع ما بيده ويكون للعادل اقطاعه الذي كان قديما ويكون مقيما بمصر عند العزيز لاحظ أول شيء الخطوة الأولى قال أريد اقطاعي القديم فحصل على اقطاعي القديم الخطوة الثانية قال أريد أن أبقى مقيما بمصر عند العزيز لاحظ كيف سيسحب الملك من العزيز الخطوات واضحة تسير بهذا الاتجاه يقول ويكون مقيما بمصر عند العزيز وإنما اختار ذلك لأن الأسدية والأكراد لا يريدون العزيز فهم يجتمعون معه فلا يقدر العزيز منعه عما يريد فلما استقر الأمر على ذلك وتعاهدوا لا يوجد عهد ولا مثاق عندهم يقول وتعاهدوا عاد الأفضل إلى دمشق وبقي العادل بمصر عند العزيز ترجمة نانسي قنقر